ارتفاع الحرارة خلي بالكوا او من الجملة دي ارتفاع الحرارة مش شرط بعض التطعيمات وانا عايز احكيلكوا قصة سريعة جدا قصة حصلت معايا انا شخصية حد مرة استوقفني في الشارع قصة يعني حقيقية مش حد حكاهالي يعني انا واثق هو من اللي انا بقوله حد وقفني في الشارع وقال لي كان بيسألني يعني على حاجة خاصة بابنه كان مولود كان معا زوجته يعني ووقفني كده في الشارع والناس يعني احيانا بتوقفني كانت تسألني تمام فبيقول لي على فكرة يا دكتور انا ابني واخد التطعيمات بس انا هروح الاسبوع الجاي بقى اعدهاله كلها طول ثانية واحدة عندك يا عم انت اعدهاله ازاي يعني هو غير مسموح اصلا انك تعدهاله يعني انت بتديها فين قال لي لا انا بديها في مكان خاص يعني في عيادة بتاعت الدكتور طوله مش في مكتب الصحة يعني قال لي طوله اه طبعا ما مكتب الصحة مش مسموح ان احنا نروح نعيد التطعيم يا يعني هما لو فيه اعده التطعيم هما اللي بيبقى عندهم السبب يعني هما اللي يقول لك اه تعالى او بيبقى فيه سبب وهم بالسبب ده بيقتنعوا به وبيبناء عليه ممكن يعيدوا التطعيم زي ان الطفل مثلا يرجع على طول بعد التطعيم او ما الى ذلك يعني خلط فبقوله طبع انت عايزت يعني تعيد التطعيمات ليه خير يعني انت شفت مثلا الفايلز او العبوات بتاعت التطعيمات دي فلاقيت مثلا تاريخ صلاحية منتهي او حاجة زي كي قال لي لا 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 خال طولهم ما الى ايه اللي حصل عايز تعيد التطعيمات ليه اصلها مش بكترها يعني قال لي اصل الطفل ما سخنش وطوله طب ما ده كويس يعني ما سخنش ده عادي قال لي لا احنا عارفين احنا متربين على كده وكل الناس عارفة التطعيمات لازم بعديها سخونية وطوله لا التطعيمات مش لازم بعديها سخونية ممكن يبقى بعديها ارتفاعها في درجة الحرارة وارتفاعها طفيف يعني وفيه أطفال يام أطفال حرارتهم مع اليتش مش معنى كده أن التطعيم بايز ولا أن الأطفال دول أطفال سوبر يعني فدي فرصة حلوة أن أقول لحضراتكم أن التطعيمات ليس شرط أنه يحصل بعدها انخفاض ارتفاع في درجة الحرارة وإذا حصل لا قدر الله ارتفاع في درجة الحرارة فالأطباء في مكتب الصحة والممرضات برضو بيبقوا عارفين وبيوصفوا لكم على مخفضات حرارة ومخفضات حرارة معروفة في العمر الصغير ده كله بتتاخد ووقت بس أول ما الحرارة بتنزل خلاص طيب في حال السفر لدول أخرى يعني تلاقوا مثلا ناس الزوج مثلا بيشتغل في دولة معينة أو في مكان معين فتلاقي الأم هنا محتارة تقول لك أنا هنا يا دكتور في التطعيم التطعيمات بيعملوا حاجات غير عندنا هنا التطعيم عندنا اسمه الخماسي هنا التطعيم عندكم اسمه السلاسي أو في مصر طب نعمل إيه بقول لهم لابد من الالتزام بجدول التطعيمات في البلد اللي انتوا عايشين فيها اللي الطفل عايش فيها أيها سيحنا طب نزلين أجازة أطعاموا في الشهر ده وارجع لا يطعام في البلد اللي هو هيقيم فيه أو اللي هو مقيم فيه ليه؟ لأن التطعيمات دي بتحدد كل دولة بتحددها بناء على مدى انتشار الأمراض في البلد دي فهما بيبقوا عارفين إيه القابلية لأمراض معينة في حال تأجيل التطعيم يعني لو التطعيم مثلا كان لأي سبب الطفل زي ما قلنا عيان عنده إسهال عنده ترجيع عنده حرارة فالتطعيم مثلا يتأجل أربع تيام يتأجل خمس تيام يتأجل أسبوع ممكن نأجل التطعيم اللي بعده بنفس الفترة فهمتوا قصدي يعني التطعيم مثلا عند نهاية الشهر التاني جي عند نهاية الشهر التاني كان الطفل عيان لقدر الله فأجلنا التطعيم فاخده بعد الشهر التاني ما خلص بأسبوع يبقى التطعيم اللي بعده بعد الشهر عند نهاية الشهر الرابع نزود برضو أسبوع وهكذا خلاص